خطر جديد على الصحة خاصة لدى النساء تشكله مسكنات الألم. نتيجة أكدها أطباء أمريكيون درس تأثير الاستعمال المستمر للمسكنات من قبل النساء على صحتهن وتحديداً على السماع لديهن. إذ وجدت دراسة طبية جديدة نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن تكرار تناول مسكنات الألم لمدة ست سنوات تهدد بفقدان حاسة السماع تدريجياً عند النساء. وبحسب الدراسة فإن الاستعمال الطويل الأمد لمسكنات الألم له آثار جانبية سلبية للغاية على صحة الإنسان. الباحثون أشاروا إلى أن المسكنات المضادة للالتهابات مثل آيبوبروفين وأستامينوفين قد ترتبط بضعف السماع عند النساء إذا طالت فترة تعاطي تلك الأدوية. وكانت دراسة بريطانية سابقة وجدت أن التعود على مسكنات الألم سواء في تخفيف آلام الصداع أو آلام المفاصل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنها تزيد من المشكلات الصحية في الجهاز الهضمي وفي الكليتين. كما أثبتت دراسة بريطانية أخرى نشرت نتائجها في دورية جراحة الأعصاب وعلم النفس في لندن أن السيدات في أواصط عمرهن الأكثر استخداماً لمسكنات الآلام. وهن الأكثر عرضة لمشكلات في القلب والجهاز الهضمي والكبد من جراء ذلك. معنا في الستوديو اختصاصي التخدير والعناية الفائقة الدكتور صالح الفداوي. أهلا بك دكتور صالح معنا في سكاينيوز عربية صباح الخير. صباح النور. يعني ومن الواضح أنه يجب الاعتدال في كل شيء ليس فقط في مسكنات الألم والالتزام بوصفة الطبيب. ولكن ما هي الحالات التي عادة يعطى فيها المسكنات؟ الحالات التي يعطى فيها المسكنات هي حالات التي ينتج عنها ألم نتيق نتيق عن الصداع أو حالات الالتهاب المزمن للمفاصل أو أحياناً بعد العمليات الجراحية لسبب التحكم في درجة الألم بالنسبة للألم. والمفروض أن أخذ المسكنات يكون بحسب عن طريق طبيب مختص بسبب في الألم. يعني من الواضح جدا أن هذه الحالات التي لا يمكن علاجها يعني قصدك. لأن تأخذ فترة طويلة في العلاج فيجب فقط التحكم في الألم عن طريق المسكنات. طبعاً حضرك المفروض أن قبل أن نستخدم المسكنات نشوف الأول السبب الناتج عن الألم. كويس. هل هو سبب يعني معظم المسكنات حضرك اللي بتتخذ نتيجة للصداع أو نتيجة للألم المزمن؟ أهم حاجة أن نحن نعرف سبب الألم ده إيه؟ يعني للأسف أن حضرك أن معظم المرضى بياخدوا أدوية للصداع. مع أن ممكن السبب للصداع ده يكون نتيجة عن جيوب أمفية عن حاجة كسر في النظر عن سبب معين. كويس. فهو بيستمر في أخذ المسكنات دي بصورة مستمرة وبإفراط. بدون اللجوء لطبيب يشوف إيه سبب الصداع ده أو سبب الألم المزمن الموجود ده. طب تناول مسكنات دكتور على مدى أو فترة طويلة. ما هي الأثار المترتبة دكتور على صحة الإنسان؟ هو طبعا أهم حاجة أن نعرف عن المسكنات دي أن معظم المسكنات دي كويس لها أثار جانبية كتيرة. أولا زي حضرك النسبة سواء اتخذت على المدى الطويل أو اتخذت بجرعات زيادة. كويس. أهم حاجة عندنا بالنسبة أنها بتسبب ساعات نزيف حد في المعدة. ساعات بتسبب الارتفاع في الضغط. ساعات بتسبب لمرضى بالنسبة لمرضى اللي عندهم حساسية في الصدر. ساعات بتسبب لهم ضيء في الشعب الهوائية. ساعات بتسبب مشاكل كتير حضرك لمعظم المرضى اللي هم كمان فوق نسبة الستين سنة أو الكلام ده. وبرضو حضرك لازم نحط في الاعتبار أن معظم الأدوية المسكنة كلها بتخرج عن طريق سواء الكلا أو سواء الكبد. كويس. ولو اتخذت بجرعات مفرطة ساعات بتسبب مشاكل في الكلا أو مشاكل في الكبد بالنسبة للأدوية. ولكن هذه مشكلة دكتور لأن أغلب الأدوية المسكنة هي تباع بسهولة بدون وصفة تأخذ عن الرف مباشرة. إلى أي مدى التشخيص أو فهم المريض لعملية تناول الأقراص المسكنة هو خاطئ؟ يعني هناك من يعتقد بأنه إذا كان الألم بسيط وأخذت مسكن يذهب مباشرة. أو إذا كان الألم كبير علي أن أخذ أكثر مسكنات أو جرعة أكبر حتى ينتهي الألم. طبعا حذكر. المفروض أن أخذ المسكنات دي زي ما قلت لحضرتك أنه يبقى المفروض عن طريق طبيب مقتص بالسبب المفروض أنه فيه وصفة طبية ده وجرعة معينة. يعني مش مسموح أن الشخص بالنفس يقول مثلا أن الصدع مرحش أخذ قرصين أو أخذ ثلاثة أو الألم مرحش أخذ قرصين أو أخذ ثلاثة. وساعات بتوصل لدرجة أن فيه أدوية معينة مسكنة بتوصل منها الإدمان. كويس. وللأسف حتى كمان لازم نحط في الاعتبار أن فيه أي لو أخذنا دواء معينة على المدى الطويل. كويس. بعد فترة معينة زي خمس شهور أو ست شهور الجسم نفسه بيبتدي يتعود عليه. وبإضطر أن نحن يحتاج جرعة تانية عشان تجيب نفس التأثير. مثل ماذا؟ زي حضرتك مثلا أدوية مثلا زي الترامدول أو أدوية اللي هي الأدوية المسكنة. ده فيه ناس للأسف بتاخدها على أنها للصدع. كويس. وتتدول إن واحد مثلا يقول أن عندك صدع خذ القرصة. طبعا كلام ده غير مسموح. لأن فيه حالات ممكن توصل منها للإدمان أو بالسبب الصدع برضو. أو كلام ممكن المريض الثاني يقول لا خذ الدواء ده أو خذ هذا. طبعا ده مش مسموح. طب دكتور لو تحدثنا عن هذه الدراسة التي ذكرت في التقرير تتناول وتشير هذه الدراسة لأن المسكنات في نهاية المطاف تؤثر على صحة القلب وعلى صحة الكليتين. وأيضا على صحة أو حتى السمع عند النساء. لماذا عند النساء وما صلة المسكنات بالسمع؟ لا هو حضرتك بتؤثر على السمع مع الجرعة الزيادة أو الاستخدام المفرد أو المدى الطويل. وبعدين نزم حضرتك بالنسبة للنساء لأنها نساء أكثر تناولا للمسكنات أو الأدوية المسكنات للصدع. فهي الفكرة مش أنها تختص النساء بسبب معين أو حاجة فسيولوجية معينة في النساء. لا لأنهم أكثر تناولا للأدوية المسكنات. طيب دكتور هناك ناحية أخرى ربما يجب أن نتحدث عنها أيضا. عندما نتحدث عن المسكنات للألم هو ربما ألم جسدي. ولكن إلى أي مدى ربما إدمان الشخص أو كثرة تناول مسكنات الألم هي عبارة عن انذار. بأن هناك مشكلة ما ربما مشكلة نفسية أكثر. وبالتالي يلجأ الإنسان إلى تناول مسكنات للتغلب على الألم النفسي. بس يا حضرتك المسكنات المفروضة أنها ما بتأثرش على الألم النفسي. لأن الأدوية لعلاج الإكتئاب أو ده بتختلف تماما عن أدوية المسكنات أو الأدوية. وبعدها حضرتك المفروض أن الأبحاث الجديدة كلها نحن حتى بنحاول نبعد عن الأدوية المسكنات السواء التي تستخدم للصداع. حضرتك بالنسبة عندنا حاليا في العمليات الجراحية. نحاول أن نبعد عن الفولترين، عن الترامدول، عن المورفين. يعني فيه حاجات جديدة حضرتك بنستخدمها. ساعات بنستخدم أسطرة في الظهر عشان نسكن الألم ببنج موضعي. أو عشان نبعد عن الفولترين، نبعد عن المورفين، نبعد عن الترامدول، نبعد عن الأدوية دي كلها. لأن كل الأدوية دي لها أثار جانبية. كويس لو استخدمت في مدة طويلة. طيب يعني أكيد هناك بداءة طبيعية أيضا يمكن استخدامها. كما تفضلت هلأ في هناك بداءة طبية عم تستخدمها في العمليات الجراحية. ولكن أنا كشخص عادي أود أن أستخدم بداءة طبيعية. ماذا يمكن أن أستخدم؟ حضرتك تقصد تستخدم إيه؟ لحضرتك هل سبب الصداعي أولا نازم نعرفه؟ كويس هل السبب ده مزمن؟ ولا حاجة مؤقتة حضرتك مثلا زي؟ لك الحالات متى يمكن أن أستخدم بديل طبيعي غير الأدوية؟ بديل طبيعي غير الأدوية؟ لا هو حضرتك بالنسبة لو تحدثنا على الحياة اليومية أو خرج نطاق العمليات الجراحية. ما فيش عندنا غير المسكنات اللي هي الموجودة. لو حضرتك سي مثلا جالك صداع أو جالك ألم معين. كويس. إحنا ممكن نقول أنه أخفها. أخف المسكنات دي. كويس. أضرارا هو البرس تمول. كويس. أن الأدوية التانية كلها معظمها سعاد بتسبب سيولة في الدم. سعاد بتسبب ارتفاع في الضغط. سعاد بتسبب كسور في الدورة الدموية للشرائين التاجيئة. سعاد بتسبب ضيق في الشعب الهوائية. فنقدر نقول أن أخف حاجة للاستخدام اليومي. وبرضو حضرتك لازم نحط في الاعتبار أنها ما تستخدمش بصفة مستمرة. أو بصفة سيحة ذلك. فيه ناس مثلا سيحة تقول أنه لو أنا هاخد مثلا برس تمول أو هاخد دواء مسكن. بسبب أن أنا خايف يجي لإصداع أو بدأ يجي لإصداع. لا طبعا المفروض أنه بتقلب بعد كده حضرتك أن كل يوم بأخذهه كويس. أصبحت بأخذه لمدة ستة شهور لمدة سنة كويس. أصبح حتى أنا بيبقى صعب أن أنا أتخلص منه أو صعب أن أنا أقفه. طب يعني كبديل الدكتور على سبيل المثال ربما شخص يعاد من الصداع يوميا. يعني هناك من يلجأ إلى على سبيل المثال العشاب لتخفيف من الألام. مرأة الدكتور. هنرجع حضرتك وأقول لحضرتك تاني. إيه سبب الصداع؟ لأن حضرتك هو نسبة الصداع اللي هو لا يوجد له أسباب أو نسميه الإيديوباسك. كويس. دي نسبة قليلة جدا. اللي هو الصداع النصفي. كويس. إنما معظم 90% من حالات الصداع اللي المرضى بياخدوا فيها أدوية من نفسهم. حضرتك بتبقى حاجات ممكن سهلة جدا أنها تتحكم فيها بداية. زي التهاب جيوب أمفية. زي قصور نظر. زي ممكن مثلا ساعات حضرتك التهاب مزمن في الأسنان. أو كده. هو بسبب الصداع. فالمريد بيستسهل ويقول أن أنا أخذ الدواء المسكد. كويس. عشان الصداع. إنما أنت حاولتش تعرف إيه سبب الصداع ده في الأن. إذن ربما هذه دعوة للجميع عدم تناول أدوية. إلا بعد استشارة الطباء. شكرا جزيلا لك. كان معنا في الستوديو اختصاصي. التخدير والعناية الفائقة. الدكتور صالح الفداوي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا.